السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين. اهلا متابعين الكرام. متابعين قناة التوقن فود. ان شاء الله تكونوا بصحة وخير وسعادة وراحة بال. هنعمل النهاردة كابسة الفراخ بترقى صحية للدايت والمرضى الكريسترول. طعمها كمان في منتهى الجمال. ان شاء الله تجربوها وتقولولي رأيكم في التعليقات. لو عجبتكم ما تنسوش تدسوه للايك. ولو اول مرة تتابعوني تدوسوا على كلمة اه اشتراك اللي بالاحمر. وتفعلوا الجراز عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لمتابعتكم شكرا كل تعليقاتكم الجميلة. هنجيب معانا حلة. هنحط فيها معلقة زيت واحدة. وهنجيب معانا بصلة. متقطعة. هنشوح البصلة مع الزيت. دي كده اللي مش عامل ممكن لو حابب بيزود الزيت. يحط سمنة. بس يا طعمها بيطلع حلو جدا وما بيبنش خالص ان هي آآ ضايت. هنحط تلات وحدات حبهان اللي هو الهيل. وتلات وحدات قرنفل. وعود ارفة. وهنحط كمان معانا ورقتين لورة. هنشوح كل ده مع البصل. وبعدين هنجيب معانا فرخة او آآ متكون متقطعة لتمان قطع. او على عدد افراد الاسرة. بس اهم حاجة نكون مقطعينها كده على تمانية. هنشل منها الجلد. اللي مش حابب يشيل الجلد يديها صدمة الاول في تاصل وعدها. بس احنا نستغنى عن الخطوة دي عشان ما آآ نقلل كمية الدهون خالص. هنعملها بمعلقة زيت واحدة تبقى طعمها حلو جدا. هنحط معانا معلقة كركم كبيرة. هنحط كمان فلفل اسود. ونحط معلقة كبيرة بهارات الكبسة. بنجيبها من عند العطار جهزة. وهنحط الملح. ورشة سكر دي بتدي طعم حلو جدا. وبتفرق في الطعم. اللي عايز يستغنى عنها حسب الرغبة. اللي حبيب يحط آآ مقعب مرأة يحط اختيارية. هنشوح بقى كل ده كده مع بعض. لحد ما الفراخ آآ تنزل كل المية بتاعتها كده احنا مشوحناه على النار عالية. هنجي هنضيف كمان زبيب محدش يقلق احنا حاطين معلقتين كبار بس ان هو يطلع طعمه مسكر لا ده بيبقى طعم حلو جدا في كبسة اللحمة وكبسة الفراخ. وده اختياري اللي مش حابب يضيفه وحسب الرغبة. هنشوح على النار عالية الاول وبعدين هنوطي عليها. بعد ما تاخد الصدمة ومن كل ناحية ونقفل المسام بتاعتها نوطي عليها. بعد ما شوحناها كده خلاص وتأكدنا ان المسام كلها تقفلت هنوطي عليها ونغطيها ونبصوا استوت منها فيها من غير ما نزودها ولا نقطة مية بص الدبوس كشف ازاي في الخطوة دي احنا هنزود هنجهز معانا آآ مية مغلية. من الكاتل. هنحط على قد كل كوباية رز كوبايتين مية مغلية. آآ الرز بسمتي لما نجي نجيبه نجيبه من اللي هو الحباية الطويلة ده بيفرق جدا في الطعم وبيبقى حلو جدا. هنجيب معانا الرز آآ بعد ما نغسله ونصفيه هننزل به على المية كده وهي بتغلي. بعد كده هنسيبه على نار عالية لحد ما هي تشرب وبعدين نوطي عليه ونغطيه زي ما بنسوي الرز العادي كده بالزبط. اول ما تشرب نغطيه نغطيه عليها على الآخر. وكده يكونوا خلاص استوى وصلنا للشكل النهائي ان شاء الله تجربوها وتقولولي رأيكم في التعليقات. طعمها حلو جدا ريحتها مالية البيت. طحفة والفراخ. آآ وغض طعم البهارات. ان شاء الله تجربوها وتقولولي رأيكم لو عجبتكم ما تنسوش دوسولي لايك. ولأول مرة تتابعوني تشاركوا في القناة وتفعالوا الجرز عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لمتابعتكم وشكرا لكل تعليقاتكم الجميلة اللي بتسعدني.